أكد وزير الاقتصاد التركي نهت سبيكجي أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والدول العربية بلغ 53 مليار دولار في نهاية 2014 متوقع أن يصل إلى 70 مليار دولار في الربع الأول من سنة 2017 حيث تمثل تجارتها مع شمال أفريقيا وشرق الأوسط 8% من حجم تجارتها العالمية وضح الوزير التركي أن التبادل التجاري مع الدول العربية ارتفع بنسبة 300% خلال العشر سنوات الماضية مشيرا إلى أن الصادرات التركية للدول العربية تمثل 25% تقريبا من إجمالية صادراتها للعالم البالغ قيمتها 171.5 مليار دولار في 2014 وكان الوزير قد أكد أن بلاده من أكبر المستفيدين من تلاجع سعار النفط في الفترة الأخيرة